السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة بشرة من نبيكم وحبيبكم عليه الصلاة والسلام هذه البشرة لكل إنسان ابتلي بمرض أو انقطع عن عبادة كان يؤديها بسبب المرض أو بسبب أذى أو بسبب ظلم يتعرض له أو حتى لو أنه نسي غير متعمد أولا دعوني أستمع لهذا الكلام النبوي الرائع ثم نتأمل هذه البشرة التي تفرح القلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو البشير اسمه البشير مبشرا ونذيرا هو بشير للمؤمن لمن أحب هذا النبي لمن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلذا دعونا نتأمل هذه البشرة عسى أن ترتاح قلوبنا في مثل هذا العصر المليء بالهموم والمشاغل والمشاكل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا الحديث أيها الأحبة فيه كرم إلهي عظيم جدا الله لم يخلق البشر ليعسر حياتهم بل ليسر لهم أمورهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله خلق الناس ليكافئهم بجنات تجري من تحتها الأنهار وليس ليعذبهم قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر هو لا يرضى لك الكفر وبالتالي هذا الإله الرحيم الرؤوف بعباده أعطانا منهجا سهلا جدا فقط أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقك ورجوعك إليه ومصيرك إليه وأن تعمل كل شيء فيه مصلحة لك فقط هذا هو الإسلام الصلاة فيها مصلحة لي لأن فيها الوضوء والطهارة والسكينة والخشوع وتعلم النظام وفيها ذكر الله وهذا فيه اطمئنان للقلب الزكاة فيها فائدة فيها مصلحة شخصية لي ولمن حولي الصيام فيه فوائد طبية كثيرة لي أنا أصوم أحيانا كصوم علاجي لأعالج بعض الأمراض بالصيام لأن أسلوب الصيام أسلوب متبع الآن في الغرب لعلاج بعض أنواع السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية طيب إذن كل شيء يحقق مصلحتي أنا أعمله فإذن هذا إله محب لك هو لم يفرض عليك هذه الأمور ليقيد حركتك وليقيد حريتك بل نهاك عن الخمر لأنه يسبب سبعة أنواع من السرطان حرم عليك الزنا لأنه يسبب عشرات الأمراض المنقولة جنسيا قد تنتهي بالموت فهذا الإله محب لك هو فقط وضعك في هذا الطريق ودلك على الطريق وقال لك هذا الطريق فيه مصلحة لك على الرغم من ذلك انظر صور الكرم الإلهي هو عظيم على الرغم من ذلك هذا الإله الكريم إذا أصابك مثلا مرض أو إذا انشغلت في سفر وقصرت في قراءة القرآن مثلا كتب لك نفس الأجر الذي كنت تعمله بشرط أن تكون نيتك صادقة أحيانا الإنسان لا يصيبه مرض هو قد يبتلى بمرض ابنه أو أبيه أو زوجته أو زوجة تبتلى بمرض زوجها مثلا أو ابنها أو أبيها فعندما ابتلى بمرض ابن مثلا فهذا الابن بسبب علاجي له وانشغالي به قصرت في قراءة القرآن الذي كنت أقرأه كل يوم تمنيت لو أن لدي وقت لحفظ القرآن ولكن للأسف المرض أكبر من طاقتي وحال أنك اضطررت لسفر من أجل العيش من أجل الرزق من أجل الدراسة في سبيل الله أبواب الخير كثيرة جدا في السفر فأضطررت خلال هذا السفر للتقصير في بعض العبادات طبعا ليس الفروض هنا الله عز وجل من كرمه وفضله أنه يكتب لك نفس الأجر وأنت مسافر أو أنت مريض إذا كنت تصوم عوت نفسك أن تصوم مثلا أيام محددة الاثنين والخميس أو أيام البيض 13 14 15 من كل شهر قمري وأصابك مرض أو انشغلت بمرض إنسان أو تعرضت لظلم معين لأذى معين لم تتعلم هذا الصيام أكتب لك نفس الأجر مع العالم أنك لم تعمل شيئا إذن هنا أنتقل معك أخي الحبيب لأن تغير نظرتك للعبادات لا تنظر للعبادات على يعني لا تنظر لكمية العبادة بل أنظر للنية في قلبك لأن الأجر تأخذه على النية ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم أهم حديث في الفقه إنما الأعمال بالنيات يعني وإنما لكل مرئ ما نوع فلذلك الله يحاسبك على ما في قلبك على نيتك لأن هناك إنسان يقرأ القرآن ويحفظ الناس القرآن ظاهريا هذا الإنسان إنسان رائع إنسان بذل نفسه وماله وجهده لتعليم الناس الخير ولكن نيته أن يقال إنه عالم أو قارئ أو حافظ أو نيته أن يكسب شهر أو أجر ليست نيته ابتغاء وجه الله طيب هل تصدق أن مثل هذا الإنسان سيكون أول من تسعر به نار جهنم يعني هذا حاله أسوأ من حال الملحدين لماذا؟ لأنه هذا مع المنافقين وبالتالي أول ما تسعر النار هم ثلاثة أشخاص إنسان تصدق وأنفق الملايين ولكن رياء هو لا يريد وجه الله يريد أن يقال عنه إنه كريم جواد منفق وإنسان جاهد في سبيل الله أيضا رياء ونفاق ليقال إنه قوي وشجاع وإنسان علم العلم وتعلم القرآن وعلمه ليقال قارئ أو عالم أو ليحظى بشيء من الشهر أو المال أو إلى آخره وليس ابتغاء وجه الله يوم القيامة يؤتى بجهنم فأول ثلاثة أشخاص يتم إلقاؤهم في النار هم هذه النوعية هذه النوعية التي يبدأ الله بهم تسعير جهنم تسعر بهم النار ولا يذب الله لأن الله تعالى يقول فتح وقودها الناس والحجر يعني هذا الإنسان الذي كان يدعي العلم في الدنيا نفاقا سيكون وقودا للنار وقود وبالتالي هؤلاء المنافقين إذا سعرت بهم النار يعني هم أول دفع يدخل يكونون في الأسفل حقيقة ثم يدخل تدخل دفع أخرى من الكافرين ثم البلحدين ثم 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 وهكذا فهؤلاء المنافقين أين أصبح مصيرهم في الأسفل لذلك هنا ماذا قال تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار شيء مرعب يعني فلذلك القضية قضية بسيطة جدا يا أخي حتى جامعة هارفرد الجامعة الشهيرة الجامعة الشهيرة جدا تقول لك إن حياتك وسعادتك وطول عمرك طبعا الأعمار مقدرة ولكن نحن نتحدث الأسباب العلمية طول العمر وحتى قوة النظام المناعي لديك قوة هذا الجهاز في الدفاع عن جسدك ضد الأمور وحتى علاقاتك الاجتماعية وحتى كل شيء يتعلق بسعادة الإنسان كل هذا يعتمد على النية النية ما هي النية؟ يسمونها النظرة الإيجابية للأمور يقولون نظرتك للأمور إذا كانت نظرة إيجابية متفائلة تغير حياتك بالكامل تصور مع أنك لم تمارس الرياضة ولم تتبع نظام غذائي ولم تأخذ فقط أن تغيرت نظرتك بدلا من أن تكون تشائم تستبشر بالشر وتتوقع الأسوأ ماذا فعلت؟ أنت بدأت تتوقع الخير تتوقع أن هذه المشكلة ستحل إن شاء الله تتوقع الجانب الإيجابي لهذه الزوجة لا تتوقع الشر في المستقبل تتوقع الجانب الإيجابي الذي سيأتي الذي سيأتي هذا الولد من هذا الشريك في التجارة دائما الذي يتوقع الخير باستمرار تكون حياته أفضل نظامه المناعي أقوى أكثر سعادة أكثر مصدر من الناس وأطول عمرا هذا الكلام موجود على موقع جامعة هارفرد من أحب أن يبحث عن التفاؤل وعلاقته بطول العمر والنظرة الإيجابية ابحث وستجد العديد من الدراسات والأبحاث طيب إذن النبي هنا هو لا يعطينا مجرد معلومة لا الحديث فيه بعد آخر أعمق يريد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم صحح نيتك مع الله وإنوي أن تقول يا رب والله أنا لو كان باستطاعتي لكنت عملت كذا وكذا وكذا من أعمال الخير ولكن لا أستطيع أنا لو استطعت لذهبت إلى بيت الله لزيارة بيت الله وأداء الحج والعمرة أنا لو كان بمقدوري أن أنفق الملايين لأنفقت في سبيل الله هذه النية هي سبب في كتابة الأجر لك حتى لو لم تعمل شيئا وبالتالي إنوي أخي الحبيب إنوي أن تقوم بأعمال الخير بأعمال بر إنوي أن تحفظ القرآن ما رأيك بهذه النية اللطيفة قل يا رب أنا نويت أن أحفظ القرآن منذ هذه اللحظة أعني على ذلك وابدأ بتخصيص أفضل أوقاتك لهذا الأمر طيب الآن تعسر حفظ القرآن لم يؤثر ستأخذ أجرك وكأنك حفظت القرآن لذلك القرآن هو بشرى للمؤمن بشرى للمؤمنين النبي هو البشير هو المبشر صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخي الحبيب عندما تنظر للعبادات بهذه الطريقة صدقني لن سيصبح هواك وهواياتك تابعة للقرآن يعني إذا ستكره الكذب ستكره الغش ستكره الأكل أموال الناس بالباطل ستكره النميمة عندما تنظر للأمور بهذه النظرة وبالتالي هذا الحديث أخي الحبيب هو بشرى من نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول لك منذ هذه اللحظة ابدأ بتصحيح النية ضع مخطط لما تبقى لك من العمر قد يكون يوم لا تدري حفظ القرآن أعمال البر بر الوالدين التسامح العفو عن الناس خدمة الناس تقديم مساعدة لأي إنسان يطلب منك ذلك انوي هذا الأمر وثق تماما أنك ستأخذ أجرك كاملا حتى لو لم يسر لك هذا الأمر حتى لو مرضت أو سافرت أو انشغلت إلى آخره لذلك هنا نحن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة ولم يعملها مجرد النية فكثير من الناس ربما تغيب عن هذه المعلومة فمنذ هذه اللحظة لا تنتظر للغد الآن وأنت تستمع إليه الآن إنوي أن تحفظ القرآن إنوي أن تقوم بأعمال بر وكل واحد طبعا أعلم بنفسه وبإمكانياته وبالأشياء التي يمكن أن يقدمها لمن حول لكن أنا أعطيك رقم واحد حفظ القرآن وتدبر القرآن رقم اثنين بر الوالدين وصلة الرحم رقم ثلاثة الإحسان للناس ثم إنوي أن تطبق العبادات كما أردك الله قيئة من الليل ولو ركعتين في جوف الليل كما قال النبي خير من الدنيا وما فيها كل أعمال البر ستأخذ أجرك كاملا بمجرد النية الصادقة وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق حقا